لكن تبقى دائماً وأبداً ضربة البداية مع مقالي ومقاله دعوة شبير كابتن أحمد شبير في تويتر له على تويتر امبارح دعوة مهمة جداً لفتت نظر ناس كتيرة لأنه قال فيها كابتن شبير اللهم احمني من بعض أبنائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم لسان حال الناد الأهلي الآن أنت ألآن الهجمة يعني الحقيقة ساعت بتفرز بتفرز ما ليه هو أنت هي اللهم جز المصائب عننا خيراً أنت راجل أعمال نجح جداً وصحتك بوم بتجد حواليك مجموعة من الأصدقاء المقربين اللي عايزين نفدوك بعينهم أصابتك ضائقة وطلعت إشاعة أنك على شفى الإفلاس وصحتك تدهورت شوف مين اللي هيستنى جانبك تعرف أنهم دول الأصدقاء وقت الفارز والباقي مجموعة من الناس كانت ليهم مصالح حوالك فما تزعلش لأن أحياناً الأزمات تفرز وتشاور لك وتبص تلاقي ناس أنت مش متوقع موقفين جنبك تاني هقول لك إبراهيم سعيد وفتح صدره وعمل يطلقى السهام السهام لأنه اكتشف أن النادي اللي هو عاش وشاف نظامه بيتم الإفتراء عليه بصرف النظر هو عمل إيه ما هو كلنا وإحنا صغار لنجد من ينصحنا ممكن دماغنا واحد صديق يسخننا نعمل حاجات غلط لكن ما بتغيرش جوهر العلاقة ودي النقطة المهمة اللي فيه ناس كانوا يبدوا أن جوهر العلاقة قوي جدا لكن مع أول موقف تكتشف أن العلاقة كانت هشة بينك وبينهم جدا فأنا عايز الناس دي عايز الناس اللي هي على القل على القل مش هتطعن الأهل في ظهر وأنا يعني أنادي البعض مش كل الناس خلي بالك فيه ناس بتبقى بتندفع وهي من جواه مش مش متمنية توصل لكده أعايزهم يراجع نفسه وعايزين نرجع في حضن بعض وحضن بعض مش معنى لازم من نادي الآلي يقدر يستوعب وحتقدر تعملها زي بس يا أصدر زوري أنا كنت بكلم الكابتن خالد بيبو برضو مكنت المكلمة لهذه النقطة هتفاهم يا كابتن خالد فيه نازع لنا من النادي الآلي ومنك تحديدا إنها مشت وإن كده ما شغلتهمش مش بس مشتغلوش ما عملتهمش بالشكل اللي ناسبهم يعني قال لي كابتن عاد لي هم اتنين أو ثلاثة وأنا لما عرضت عليهم الشغل عرضت عليهم من أول فريق الشباب لحد مساعد الخواجة مرورا بالأكاديميات وكلهم وبيلا استثناء قالوا لأ يعني اشتغل في الفريق الأول الأول آه آه يا ما ينفعش خاصة ودي مربط الفرص إن بعضهم كان جايينوا عمل إعلامي ولوايح الأهلي بتمنع النظام بيمنع آه العمل الإعلامي مع الفن مع الفن فقال لي بس أنا اللي دهشني وكلام على لسان ويقلمني كلام على لسان يقلم خالد يعني إن كلهم اشتغلوا في قطاعات الناشئين بره في قدية حديثة يعني ترفضت اشتغل في الناشئين في الأهلي روح تتشغل في الناشئين في حتة تالي حتى واحد فين بيقول لي ابتدى المساعد للخواجة في قطاع الناشئين وبعدين نيجل مسك فرقة آه فقال لي ما إحنا عرضنا وبعضهم اعترف بكده إن جاء له شغل وما خدوش لكن أنا بقى دلوقتي كمان إنت عايش شغل وعايش تختار الشغل اللي إنت عايز والفوزيشن اللي إنت عايزه فينا والمقابل اللي إنت عايزه كمان لأن في البعض اعترض على الفلوس ممكن دي تكون عندهم حق فيها والناس تتكلم هل أنا الأوان لمراجعة رواتب مثلا لما يكون نجم كبير وعايزو أنت في القطاع هل ممكن يتعاوض بطريقة أو أخرى يعني دي مسألة يمكن الحوار فيها لكن فكرة إنك كمان بقت تبتدي تعاتب الآله ما هتعادبه على إيه وهو ده المتاح عنده وعلى فكرة مش ممكن في أي ظرف من الظروف اللي قالي هستوعب جميع أبنائه ولا أي نالي مستحيل مستحيل ولا أي مكان أنا ناس كتير جدا بتكلمني دلوقتي يا سيد إبراهيم يا جماعة اقتنعوا أنا بقيت بره دولة بالعمل بتاع النادي الآل أنا أعمل الوقت في الإعلام مع شركة مسؤولة عن القناة لكن ليس لي علاقة بالعمل داخل النادي الآله آه ممكن يعني إذا حد عايز ياخد رأيي هيكلمني وحتى الآن لم يحدث هذا واخذ بالك ليه بقى أنا مقتنع أنا مقتنع أولا لو دامت لغيرك ما وصلت لك اتنين لكل عصر رجاله أي لأن التكنولوجيا له أدوات ولاه ناس النهاردة لما بيجي لك مشكلة بتليفونك وتجري على أولادك أي صح ولا غلط أي صح صح أنا مفاهمش لا وأنا زيك آه وأولادي ممكن يلجأوا لأولادهم بعد شوية طبيعة اللغة احنا كنا بنتعلم على الصبورة دلوقتي بتتعلم على الآيباد الطفل أي فمجال المعرفة وإدراكها واختصار هائل للوقت فالشباب دي عايز فرصة حتى في التسويق اللي اشتغلناه بالخبرة ده عيل له أدواته له أدواته صحيح وله إحصائياته وإحنا كنا وإحنا بنتكلم إزاي نواكي بالعصر فكنت بقول لازم يبقى فيه داتابانك عند بانك معلومات عشان الناس تخش أنا بتكلم في الحتة دي لأن يصعب علي أن أشوف ناس عزاز جدا علينا في تاريخ النادي الآلي وفي قصام عليهم وهم ماخدين موقف نتمنى أن يكون موقف دعم للنادي الآلي حتى يسيدي على حساب فرصك في العمل فيه طيب هنا يا جماعة لأن هي بقت ظاهرة يعني الكابتن شوير ما دعش الدعوة بتاعته دي من فراغ لأن بقت ظاهرة على السطح الإعلامي وظاهرة جديدة على النادي الآلي ومسيئة الحقيقة في حق أبناء النادي الآلي مسيئة ليه زي ما المهان سعد لأشار ما فيش نادي هيقدر يستوعب كل الناس المنتسبين إليه ونجومه في العصور اللي فات وإلا عايز جيش جرار يستوعب كل العاملين دول رقم اثنين بهنادي الآلي ممكن يديك فلوس أهل لكن بيديك الرخصة والسي في القوي والتأهيل المهني المتميز اللي ممكنك أنك تنطرح الفاترينة المميزة بالضبط يعني لو رجعنا بالذاكرة من عشرين سنة عشان تكون بس الدنيا قريبة شوية لما الآله جاب مستر مانويل جوزيه فاكرين مين اللي كان مساعدين مانويل جوزيه في الولاية الأولى كابتن مختار مختار والكابتن حسام البدري والكابتن على ما يهوب ثم الكابتن قسامة عرابي وبعد كده الكابتن محمد يوسف بصوا بطداء من الكابتن مختار لغاية الكابتن محمد يوسف ما شاء الله الكل انطلق فيه ناس كملت وخدت فرص ودربت والكابتن مختار درب أندية كبيرة وكابتن حسام درب المنتخب ودربه دلوقتي في الجزائر ربنا وفقه والكابتن محمد يوسف مسك مدير فن وخد بطولة أفريقيا والكابتن على ما يهوب كان ليه تجربته وكابتن حسامة ليه تجربته واستمرت المسألة استمرت انك انت حتى لما بتجيب مدرب أجنبي وآخر حاجة بيتسو موسماني معه سامي قمصان بيأهل لك كادر جديد يقف على رجليه كان في ولاية تانية لحسام البدري لما مسك معه علي ماهر ومعه أحمد أيوب واعتقد كابتن علي المصطفى اشتغل شوية كمان دلوقتي كابتن علي ماهر ما شاء الله مدير فن الفيوتشر وهو واحد من أفضل المدربين في الدورة كابتن أحمد أيوب ما شاء الله مدير الفن الحرص الحدود اللي راجع للدورة الممتاز إذن هي دي الفكرة أن أنا مش بس بديلك أموال تختلف أو تتفق عليها لا أنا بديلك فرصة للتأهيل المهن المتميز بقويلك سيفي بتتعود على سيستم النادي الأهلي بتاخد قوة وفرصة تأهلك أن أنت تنطلق انطلق من عبائة النادي الأهلي مين؟ وده أنا بقوله للكابتن الكبار اللي مش شغالين إلا في محاولة الضغط على الأهلي والبعض بيستخدمهم والمتلق على فكرة وهو جمهور الأهلي الواعي العظيم شايفوا مدرك وفارز الدنيا كويس قوي لأنه مش معنى طب هو أنا هو علي ماهر وإعماد النحاس وردش حاتة وأحمد أيوب وأحمد كشري وأحمد سامي إيه ده؟ يعني مش عايز أنسى حد بس أكم من حد من ولاد النادي الأهلي مدربين مدرين فنيين كبار فأنا مش من اللائق ولا من الكريم أن حد يتكلم أنه عشان مش شغال بيعمل كده دي حاجة على فكرة قليلة في حقه قبل ما تكون موسيقى للنادي الأهلي موسيقى القيمته هو كرياضي لأنه بالمعنى كده لو ما شغلتنيش هاشتن لو ما شغلتنيش هتكلم ده كلام مش بس غير لا صدقوني غير كريم كمان لأنه ما هكذا أبدا تورد القبل ما ينفعش يبقى التمن أن أنت بشغلتنيش أنا حدوس وحتكلم كل دول اشتغلوا زي ما الكابتل خالد بيبو قال للمهانس عادلي نقلا عنه أنه تعرضت على الناس دي فرص عمل جيدة جدا أنت حر الاختيار ده عمل احترافي أنت شايف أن المبلغ ده ما ينسبكش أو البوزيشن ده أو المكان ده ما ينسبكش عايز تاخد فرصة تانية في مكان فليكن خلي العلاقة محترمة وممتدة هو دي يا أستاذ برايب لأنهم كلهم أعزاء علينا كلهم عملوا تاريخ مع النادي الأهلي طبعا كلهم كانوا نجوم يعني اعتزين بهم جدا جدا ومحبوهم أنا عن نفسي يعني يقلمني جدا أن أشوف حد منهم في موقف سنبي في اللحظة دي بالذات تعرف أنت لو في عنفوان الأهلي وتطلع تقولي الكلام ده لا ليتحمل ونقشك لكن أنت يعني الزرف يعني لا يحتاج منك إلا المؤذرة لو طلعت يتهاجم ما تلقش بك يعني أنت نجم كبير وليك رصيد وبعضهم عادي يروح يشتغل في قناة نادي منافس طبعا هذه حرية صحية من غير بقى من خلاص يبقى المسألة واضحة أنا مصلحة هنا جماعة لأي أنني محتاج أشتغل وهو أداني الفرصة اللي استحقاه وده اختياري أنا بعتذر سلام عليكم ما كونش دعو بي لكن لا وأنا مشيت وأنا بهاجم وببرر أن أنا مشيت عشان أنت السبب ما هيش عمرها ما هتبقى كده شكرا